بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال آية الله شبزاً دادار قدست روحه الزكية كنت أريد شراء بيت وكنت في أمس الحاجة لجمع شيء من المال توجهت إلى بيت الشيخ محمد علي شيخ زادة وهو من الخطباء المعروفين وطلبت منه أن يقرأ لي مأتم عبد الله الرضي عليه السلام لقضاء تلك الحاجة قرأ الشيخ المأتم وبعد ظهر ذلك اليوم جاءنا شخصان من مدينة جهرم وبينما نحن نتحدث التفت إلي وقال أظن أنك يا شيخ مهموم ومغموم فحاولت أن أخفي الموضوع فألح عليه فقلت له لا شيء سوى أن يريد شراء منزل لأن عائلتي أصبحت كبيرة وأنا أفكر كيف أهيئ مبلغا لشرائه فقال لي إن شاء الله يا شيخ سوف تحصل على ما تريد بعد ذلك اتصل بجهرم وتحدث إلى شخص آخر وبعد أيام قليلة أرسل إلي مبلغا من المال أكثر مما أحتاجه لشراء المنزل وكان هذا كله من عنايات مولانا الطفل الرضي عليه السلام فهو الذي قد حل لي هذه العقدة جرب ولا تشك حاول أن تقرأ مأتمة ومصاب عبد الله الرضي عليه السلام ولو في بيتك مع زوجتك وأولادك وسوف ترى العنايات الكثيرة من سيدنا ومولانا عبد الله الرضي عليه السلام لقضاء جميع حوائجك جرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام